تذكرت قصة الفجأة بنص الليل اندق عليه الباب اي ، وشو صار كمان فاجلس فضح الباب لا واحد المعلم يسر أرضك يسر عرضك تقعد فشني لشان الله قلته هكذا لك جاء عندي نص الليل لتأفشك هاهاهاهاها نصكوا لك جار ما ينفشو ماذا كم ليل ايه والله يابت الأمرته قلته الله لك نائزل هذا يبدينا ايدي فشوه ونزلك لك عتميا وليل ظلميا لا يرى في الدابه يراه يركض ويركض وراه قال لك وين يا معلم رايح قال له يا قسطنة طويل بالك لا نوصل بس تفشني مشان الله ايه وبعد يا شو صار شوعتني للنهاية والله يا معلم وهذا ركض وفات وراه ملأ غير فات على جناني لعمه هذا ارتعب انه دنيا ليل وهذا فايت على جناني وجعبني لأمتي لك وما في حدب الشارع لك ولا زلمة لعمه لك وين اخذوا للرجال لكو بدي يعمل له شي كاينة ملك لا يا ريد يا ايك بالحكي المهمة عندنا ركض وهو يركض وراه لك بدي يشوف وين رايح مع انه هذا صار يبنوا بين رجلي ملأ لك يا غير عاد على المرجوحة قال له لك وين جايبني مؤسس لك يا ريد فشاك قال له لك ايه تعتفشني مرجحني